الكابتن جمال علام أو الأساس جمال علام أو السيد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري اتصل بالبعثة وهناهم بهذا الانتصار الكبير وقال لهم يعني أنتوا رفعتوا رأس كل المصريين وكنت عند حسن الظن وقال حتى أنتوا يعني لعبتوا ماتش أحلى ماتش تفرجتوا ليكوا للمتخب مصري في آخر عشر سنين وفعلا كان المباراة كانت رائع جدا على المستوى الفني لأن كل اللاعبة تقلقت وكنا مسيطرين على زمام المباراة ممكن تكون الاستحواز بتاعكم ديفار أكتر لكن إحنا كانت شخصيتنا هي الأكبر في هذه المباراة ووعدهم بمضاعفة مكافئات الفوز بتاعت صعودنا من الستاشر للتمانية ثم من التمانية القابل النهاية وهكذا وقال لهم أن الكاس مش بعيد لو لعبنا بنفس الروح بتاعت النهاردة الكاس بتاعنا مش هيبقى بعيد أبدا